مش ربعمية وعشرة لان فيه معلومات تانية تلتمية وتسعين انما خليها ربعمية يربط بين خمس محافظات مفيش فيه تقاطعات مرورية آآ تلات حارات في كل اتجاه خمسة وسببين في من العربيات لأ سبك من دي بقى هو فيه حوالي حاجة وستين نفق وحاجة وحاجة وستين جسر تقريبا انا كنت قلت المعلومات دي كلها في القناة بتاعتي على اليوتيوب النهاردة الساعة خمسة بتوقيت القايرة قلت معلومات رهيبة عن الطريق ده خلاص ولو كنت قبل كنت جيبت لحضراتك احتفاليات التلفزيونات الاستساوية بالانجاز العظيم النهاردة هبط افلوه هبط بمسافة مية حاجة وثلاثين متر بعرض خمسة وثلاثين متر بعمق ثلاثين متر الغريبة بقى في الموضوع انك تخش تدور على المعلومات دي رئك ينشف لانهم ايه بتوع الامن الوطني هما اللي كات بينها فكل الوكالات المصرية تقولك ايه اغلاق الطريق الدائري لهبوط في الطريق طب حصلوا ايه لهبوط يعني طب هبوط يعني هبوط في الضغط ممكن ياخد ملح فيبقى يضغطه عالي ها بقلش يعني المهم تخش حضرتك بقى تدور وتتعب قوي عشان تعرف ايه المشكلة فين يعني ماله الطريق الدائري فتكتشف ان هو هبوط بطول مية وحاجة متر مية حاجة وثلاثين متر بعرض خمسة وثلاثين متر بعمق ثلاثين متر عارف عمق ثلاثين متر يعني ايه افش طريق يعني كأنه زلزال ايه السبب بقى مش مهم السبب هطول الامطار والله العظيم السبب هطول الامطار طريق الدائري اللي معداش على فكرة الطريق الدائري ده بدأوا فيه من 2008 واه احمد نظيف كان عمل فيه مرحلة وهيشام أنديل عمل فيه مرحلة ولما جسسي بقى استعجل يعني احمد نظيف في 2008 بدأ مرحلة اللي الامانة يعني بدأ مرحلة صغيرة من اول قوس فيه وبعدين كمل لالفين وعشرة فالفين واثناشر الدكتور الشامعن دي اللي افتتح فيه مرحاية تانية او عمل فيه مرحاية تانية لما جاء السيسي في الفين وربعتاشر وخمستاشر وستاشر والجاو ده حبي عايز يعمل انجاز فبقى يسرع القصة يعني مهندسون يقولوله مثلا يتعمل في كذا يقول لا لا يعمل في كذا وعشان يعمل له السيسي انجاز انجازات عظيمة فالطريق ما بقاش معموله اسسات كويسة فكانت النتيجة ان الطريق بدل ما يتعمل الميل شوية كده عشان لما المطر ينزل يتزحلع في مجاري مياه انا نفسي اطلع برا واصور لكو دلوقتي حالا بس عايزة بالنهار اسطنبول عاملة ازاي اسطنبول لانها بلد مطرة فما فيش طريق الا وفي الجوانب بتاعته مجاري للمياه بتاع المطر طيب على الجبال بقى والسخور فوق على الجبال فوق ما بيستيبوش المياه كده تنزل على الجبل وخلاص يعملوها مخرات صغيرة كده بالاسمنت تجري عشان تروح المجاري اللي في جنب الطريق انا يوما ما اصور لكو ده ما في طريق في اسطنبول او في تركيا الا كده جبل او طريق حضرته بقى طلع اهو في تمانية تسعة تسعة الفين وطمانتاشر تلت مشاهد بافتتاح الطريق الدائر الاخليمي تعكس اهتمام السيسي راحوا جابولو ستة واربعين حتة اللي انتم شايفينها لابسينه احمر كده دول ايه دول يا جابش ايه مين دول يعني هو رأي فتتح الطريق دول بيستغلوا ايه عالطريق خدمة عالطريق يعني شالحد بيستعجل هليجوز دول بيشتغلوا ايه يعني عمل نفسه يعني الراجل بص جابولو بقى الحتة دي ويلا يمعلم بقى لا يبدو انه بيتجاهل اي تفاصيل وان كانت صغيرة وبعدين اهو قالو في المشهد الحتة اليمين ليه كده هل ده طبيعي فاكرينتو المشهد ده فاكرينو المشهد ده لما قالو الكبرى نازل الحتة اللي على اليمين دي من منزل ليه كده مش مستقيم ليه هل ده طبيعي فقال له لا ده بسبب نازلة كوبري تسيدي كرير والطريق بيتحول من قد حرات لكن الرئيس غير مقتنع بإجابة وزير النقل رح سأل مصطفى المدبولي الذي همهما بكلمات لم نسمعها مع اليماء برأسه بالموافقة قبل ان يتجه السيسي بالسؤال اللي هو كامل وزير يا كامل لم العيال دي يا كامل وهل ده طبيعي كده فيرد كامل قالو هنعديله يا رئيس ما تلاقش قالو فين حرم الطريق حسن قالو في البيت يا وسأل قالو يعني حرم فاكرينو المشهد ده فاكرينو المشهد ده ويوم هانا علقت عليه هنا فاكرينو المشهد ده ويوم هانا علقت عليه